انطلقت فعليات المرحلة الثانية من منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت وزيرة التضامن لاجتماعين فين القباج أن بعض خدمات الوزارة تتقاطع مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة كما أكدت الوزيرة أن أهم المشاكل والتحديات التي وجهت المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة جاء في مقدمتها صعوبة الحصول على التقرير الطبي نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا مع وزارة التضامن الاجتماع عملنا الموقع الإلكتروني اللي بيتيح للمواطن التسجيل للرغبة في الكشف بيتحمل عليه كل البيانات بتاعت المرضى والمرفقات من التقرير بنحدد له معاد للكشف في أحد المستشفيات المربوطة بالمنظومة سواء تبع الوزارة الصحة أو التعليم العالي أو الدخلية أو القوات المسلحة بيجي التقرير وبيترفع على المنظومة في وزارة الصحة وبيتم اعتماده من اللجنة العليا سعداء جدا لإطلاق المرحلة التانية من منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي العاقة ما نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 وده الحقيقة توجه استراتيجي من القيادة السياسية بأن نولي هؤلاء المواطنين حقوقهم كاملة علشان كده عملنا المنظومة مميكنة حتى نستطيع أن نحوكم المنظومة ونعطي فعلا المزايا لمستحقيها بطاقة إثبات الأعاقة والخدمات المتكاملة اللي طال انتظار أحبائنا إخواتنا أولادنا أبهاتنا من الأشخاص ذوي الأعاقة أنهم يحصلوا عليهم لأن دي البوابة أو جواز مرورهم لمختلف الخدمات اللي بتقدمها الدولة وفقاً لقانون حول أشخاص ذوي الأعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولاحيته التنفيذية اللي أجزها ليهم زي الجمع ما بين معاشين زي الإعفاءات الجمهوركية على الأجهزة التعوذية وعلى السيارات المجهزة الواردة باستخدامهم ترجمة نانسي قنقر